اخبار النشوة المحلية من قناة اوغريت اهلا ومرحبا بكم والبداية من العناوين اصدار القايمة الاولى بالاسماء المتضرر عقارتهم جراء الزلزال مبادرة اماراتية انسانية للكوادر الطبية والتمريضية انعقاد مؤتمر البرلمان التفليف اللاذقية 28 الف بيضة الانتاج اليومي في منشأة الدواجين اصدر محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال قرارا يتضمن القائمة الاولى باسماء المتضررين في بعض العقارات التي تهدمت كليا او جزئيا جراء الزلزال او التي اقرت لجان سلامة العامة انها متصدعة وبحاجة الى هدم او تدعيم وتضمنت القائمة الاولى 537 اسما من المتضررين اصدرت محافظة اللاذقي الجدول الاول للمتضررين جراء الزلزال الذي حدث فيه السادس من شباط الماضي وهذا الجدول هو لمنح ميزات واعفاءات بموجب المرسوم الذي اصدره سيد الوطن مرسوم رقم 3 وتقوم لجنة 555 لجنة تنفيذ المرسوم بتحديد المتضررين بموجب وسائق ولجان الكشف التي قامت بالكشف على المنازل المتهدمة والمتصدعة التي لا يمكن تدعيمها مبدئيا اصدرت المحافظة الجدول الاول يحتوي على 537 اسم لعائلة وموزعة ل296 لمدينة اللازقي و241 لمدينة جبلي وتقوم اللجنة بعملها بشكل يومي ليتم اصدار جداول بشكل متتالي لبقية المناطق المتضررة ويمكن للمتضررين الذين ورد ارقام عقاراتهم في هذه الجدول ولم ترد اسمائهم الاعتراض خلال مدة 90 يوما لدى ديوان المحافظة اشير الى المتضررين الذين وردت عقاراتهم في هذا الجدول ولم ترد اسمائهم اما فيما يتعلق ببقية المتضررين فاللجنة تقوم بعملها وسيتم اصدار كما قلت ان الجداول تباعا ويوجد في اللجنة اعضاء المخاتير ويقومون بالتدقيق الاسماء بشكل واضح وعلما ان هذه الجداول خلال فترة وجيزة سيتم انجازة على مستوى المحافظة وكما قلت ممكن للذين وردت اسمائهم في الجداول الاستفادة من ميزات المرسوم من اعفاءات وقروض وغيرها من ننساكم مبادرة اطلقها الهلال الاحمر الاماراتي لتوزيع سيلة غذائية على الكوادر الطبية في اللاذقية اطلقنا اليوم مبادرة لن ننساكم وهذه مبادرة انسانية تنظم هيئة الهلال الاحمر الاماراتي ضمن عملية فارس الشهم تهدف العملية لتوزيع طروض غذائية على اكثر من ستمية دكتور وممرض والذين ساهموا في رعاية المصابين والجرحة وتأتي هذه المبادرة للعطاء المستمر التي تقدمها دولة الامارات لشقها في سوريا مبادرة حلوة ونحن كتمريض سوريا عامة وخصوصا مشفى الوطني يعني اشتغلنا وهذا واجبنا يعني والمبادرة حلوة يعني شي يعني بيرفع انه واحد يجتهد ويشتغيل ويقدم لها البلد الكويس ونشكر الامارات الشقيقة على المبادرة الحلوة اول شي يكتر خيرهم العالم كله بضررت والعالم كله بحاجة كما يقولوا بحسب تسنو الجمع ويكتر ألف خيرهم للفاعلين الخيرهم للأياد البيضاء ويكتر الله خيرهم يوفقهم أخيهم شاء الله يكون هيك على طول والله مشكورين كتير احنا تعبنا ونستحق يعني ما نخجلانين الوضع المعيشة كتير صعب انعقد مؤتمر البرنامان الطفلي المنظمة طلائع البعث في المركز الثقافي في اللاذقية طبعا تجربة البرلمان هي تجربة تهدف إلى تحمل المسئولية وتنمية الروح القيادية عند الطفل هذا الطفل القائد الذي هو أيضا مشارك في إعادة الإعمار عندما يقوم البرلمانيين الصغار بالطرح العديد من القضايا الخدمية بطريقة عفية وشفافة وجريئة وديمقراطية من أجل أن يحققوا بهذه الطروحات تلبية كافة مطالبهم أطفالنا الطالعيين هن اليوم قد كانوا على قدر من السقة والجرأة وقدموا كل الطروحات أمام المعنيين بشكل واعي لأنهم هن بالأصل منتخبين من قبل رفاقهم اللي وصلوا صوتهم المعنيين هي أسئلة تنطرح من قبل الأطفال كانت أسئلة عن حقوقهم كان السؤال موجه اليوم للإعلام عن أنشطة الأطفال بشكل عام نحن اليوم قدمنا مطالبنا للمسؤولين والسلطات في فرعلاتقية نحن جاي نطالب بحقوقنا يلي هن رعاية الصحية والتسقيف الصحي لأنه نحن من حقنا ندرسوا بمدرسة آمنة ونقش ببيئة نظيفة كان تجوة كتير حلوة تعرفنا على رفاق الجود تعلمنا شغلات جديدة بالبرلمان الطفلي يعني بيخلي الأطفال يعبروا عن حقوقهم صوت عالي ومسلمون منشأة دواجن اللذقية إحدى القطاعات الانتاجية الهامة التي تساهم في تأمين بيض المائدة بالأسواق المحلية منشأة عملت من عام 1987 فيها قسم الرعاية وفيها قسم الانتاج الرعاية من حزيرتين طاقتهم الاستيعابية حوالي 70 ألف صوص وعننا أربع حزائر انتاج كل حزيرة ممكن تستوعب لحد تلاتين أو تلاتين ألف طير عنا مشكلة العلاق ارتفاع سعر العلاق تأمين الأعلاق بالإضافة لوضع المنشأة يعني عمرها تقريبا حوالي 45 سنة فمنعاني كماني من يعني الآلات شوية صارت قديمة حزائر رعاية مستقل فيها حصوص من عمر يوم إلى عمر 18 أسبوع حصوص مستقبل من عمر يوم نعتني فيه من ناهية العلاف حيث نعطيه خلطات علافية بالرعاية ثلاث خلطات وبالإنتاج خلطتين حسب برنامجه بالإضافة أنه منستقبل من عمر يوم على الأدوية واللقاحات الخاصة فيه ومنبج معه ببرنامج لقاح موضوع بالمؤسسي طبعا من عمر يوم إلى عمر 18 أسبوع ومنقله على الإنتاج كمان منتابع ما هو بالأدوية الإسعافية وباللقاحات الدورية عندي حوالي 37 ألف فرخة ضيادة منتجي حوالي 28 ألف بيضة يوميا الإنتاج لدينا وعننا حوالي 50 ألف فرخة بعمر الرعاية ستدخل بالإنتاج بالوقت القريب إن شاء الله أعمال اليومي اللي بتتمهون لما البيض صباحا بشكل يومي وتعليف وقشط الزراق تنظيف الحزائر اللي صار بعدين إلى تسليم الإنتاج يوميا إلى المستودع وتسليم البيض الطازج إلى المستهلك سواء عن طريق الصالات أو عن طريق القطاع العام أو عن طريق القطاع الخاص أول مرحلة ينزل إنتاج من الحزائر على المستودع يتم تنزاله بشكل يدوي طبعا وفرزه المشعور لحاله والمكسرور لحاله مثل ما شايفين أمام عيونكي ثم يتم توضيبه حسب يوم يوم وتسليمه والقطاع العام والخاص ومنشأة تانية الصالات الإنتاجية لدينا في صعوبة لدينا بالشغل يدوي وقلة العمال قلة الأيد العامل لدينا كثير منعاني كثير بالظروف ومندجة التحميل والهاية بيؤدي زيادة شوي من الكسر يعني مخدر بالبيض تواني درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتبلغ دروتها في المنطقة الساحلية ويكون الجو حار في المنطقة الساحلية وربيعيا دافئا بين الصحو والغائم جزئيا في باقي المناطق وسديميا في المناطق الشرقية والبادية الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج موسيقى 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 نهاية النشر المحلية بامان الله موسيقى موسيقى